اتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية في الأردن يدخل عامه الثاني إذ أعلنت دائرة الإحصاءات أن معدل البطالة في الربع الثاني من هذا العام ارتفع إلى 23% مقابل معدل 19.3% عن الربع الأول من ذات العام للحديث عن مدى واقعية هذه الألقام والتي تغطي فترة جائحة كورونا التي شهدت فقدان الكثيرين وظائفهم وعدم استحداث فرص جديدة في الاقتصاد ينضم إلينا في الاستوديو الخبير الاقتصادي فهمي لكتوت أهلا بك سعيني أهلا بكم بداية أظهرت دائرة الإحصاءات العامة معدل البطالة الربع الثاني وهو 23% وهناك الكثير من يشكك بهذه النسبة لا شك أنه هو الرقم متواضع جدا لا يتناسب مع المعطيات مع الظروف التي مرت فيها البلاد نحن نعلم بأن الربع الثاني من العام الحالي شهد توقف العديد من القطاعات الاقتصادية بشكل مؤقت أو بشكل دائم بعض هذه القطاعات مثل قطاع السياحة الذي ما زال لغاية هذا اليوم هو شبه متوقف إضافة إلى توقف كامل وشامل لمدة لا تقل عن شهر لمعظم القطاعات وخاصة في القطاع الصناعي الذي تأثر تأثيرا كبيرا وأغلقت عشرات بل مئات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متأثرة بالتعثر المالي نتيجة التوقف ونتيجة ذلك وأدى إلى خروج أعداد هائلة من العمال إلى الجيش العاطلي عن العمل سيدي كما نلاحظ تطور محدد البطالة 2017 كان 18.3% وصولا في الربع الثاني إلى 23% يعني النسبة قليلة جدا نسبة الارتفاع وأنت تتكلم عن إغلاق لمئات الشركات الصغيرة والمتوسطة ونتحدث عن قطاع كامل مثل قطاع السياحة إلى هذه اللحظة مغلق بالكامل علينا أن أخذ بعين الاعتبار أن هذه النسبة المشار إليها كان معدلات النمو الاقتصادي في هذه السنوات يتوقف عند حدود 2% وإذا نظرنا إلى القطاعات الأكثر حيوية وهو القطاع الصناعي لم ينمو الاقتصاد الأردني في هذا القطاع أكثر من 1% مقابل أن معدلات النمو السكاني كانت متوسطها حوالي 2.5% وبالتالي كان يؤدي كل ذلك إلى نسبة هذا الارتفاع إذا أخذنا بعين الاعتبار أن جزء من العطيلين على العمل كانت تصهم الأسواق العربية والخارجية بينما خلال العام الحالي الربع الأول أو الربع الثاني من العام الحالي كانت نتيجة عكسية بدلا من أن تنطس جزء من البطال الأسواق الخارجية عاد جزء غير قليل من العمل الأردنية ومن الخارج وهم عاطلون عن العمل ينتظرون ويبحثون عن العمل للأسف الشديد يعني أنت تحدثت كان من المتوقع يعني ليش مش واقعية؟ ليش كان من المتوقع؟ عدم واقعية تتنبع من المحطيات المرتبطة هناك علاقة مباشرة بين النمو الاقتصادي وما بين نسبة معدلات البطالة نحن نعلم بأن كل الدراسات والتقديرات المحلية والدولية تشير إلى أن الاقتصاد الأردني من الربع الثاني إلى نهاية هذا العام ستكون في السالب وبالتالي عندما يكون النمو الاقتصادي في السالب ومعدلات النمو السكاني بمعدل 2.5% معنى ذلك أن عداد هائل من العاطلين العامل ضيف إلى ذلك عودة الأردنيين من الخارج ونحن نعلم بأن الأسواق الخارجية عم تدفع الأردنيين إلى المغادرة وإلى العودة إلى البلاد سواء ناجم عن الظروف الاستثنائية المتعلقة في فيروس كورونا أو ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها هذه البلدان وهناك يعني معروف أن الأزمة هي يعني تلف معظم البلدان العربية سيد فتحي نتحدث عن النمو يعني نحن نعرف أن النمو لا يمكن أن تحقق إلا بنسبة بطالة لازم تنزل شان يتحقق النمو طيب وإحنا النمو عندنا بعاني كثير من تحديات ويعني البنك الدولي وكذا يتوقع النمو بالسالب عندنا طيب شو الحل؟ الواقع أنه يعني خلاني نتحدث عن أسباب عدم النمو يعني ما هي الأسباب الحقيقية التي توقف في النمو الاقتصادي وهي ظاهرة يعني تاريخية بدأت يعني تظهر بشكل كبير جدا منذ عام الف وتسعمية منذ عام الفين وتمانية على أثر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الاقتصاد الأردني بعد خروج الدولة من الاقتصاد هذا الاقتصاد بدأ يعني يمر في حالة من الضعف والهشاشة بحيث أن لا يستطيع الصمود أمام الاهتزازات الاقتصادية وبالفعل تم ذلك الاقتصاد الأردني أو الموازنة العامة للدولة كانت تمول ما يعادل 35 إلى 35% من إجبال الإنفاق نحو النفقات الرأسمالية في السنوات الأخيرة النسبة تزيد عن 10% وبالتالي تراجع دور الدولة من جهة ومن جهة أخرى المستثمر المحلي والأجنبي أصبح يواجه أصبح يواجه بس أضيفها الشارع الخفيفة أصبح يواجه اقتصاد غير منافس نتيجة سلسلة من المعطيات يعني الاقتصاد هون غير منافس لم يعد منافس الاقتصاد الأردني لم يعد منافس صحيح طيب ما هو الحل في ظل الجائحة؟ حل النمو في ظل الجائحة في ظل الجائحة يعني لا نستطيع نعم نعم يعني أنا أعتقد بأن هناك يعني تراكم من الخلل في الاختلالات الاقتصادية في واقع الاقتصاد في النهج والسياسات التي تسائد في البلاد أوصلت الاقتصاد الأردن إلى وضع لا يحسد عليه ووضع لا يمكنه أن يتصدى للظروف الاستثنائية في هيك حالات ومع ذلك هناك دعوة بأن يكون فيه توجه حقيقي نحو الاقتصاد الحقيقي جرى الحديث منذ شهرين أو ثلاثة حول التوجه على الصناعة والزراعة وتعزيز هذه القطاعات باعتبارها هي الحاضن الأساسية لدعم الاقتصاد ولتوفير فرص عمل للأردنيين لم تتخذ أي إجراءات حقيقية هذه تحتاج إلى إجراءات إلى قوانين إلى قرارات يعني سيدي لم نتوجه لا إلى الصناعة ولا إلى الزراعة بالذهاب إلى المؤشرات الربعية لمعادلة البطالة في الأردن حسب الجنس نلاحظ بأن الإناث ارتفعت النسبة أيضا في الربع الثاني يعني وصلت 28.6% هذا ممكن يعمل خلل في بيئة العمل هو بالأصل هناك خلل نسبة العمال بالقطاع النسائي هي التي تجاوز 15 إلى 16% من المجموع العمالة وفي هذه الحالة في الربع الثاني من السنة الحالية ارتفع هذا الاختلال وصير يكون له تأثير خطير جدا على الواقع الاقتصادي وعلى الواقع الاجتماعي أيضا لأنه نعلم بأن لا بدأ أي أسرة تستطيع العيش وتوفير الحاجات الضرورية بوظيفة شخص واحد براتب شخص نتيجة ارتفاع الكلف المعيشية بالحديث أيضا عن المؤشرات الربعية لمعدل البطالة مستوى التعليم يعني لوحظة بأنه البكالوريوس كان النسبة الأعلى لحاملة البكالوريوس 78.2% وهو رقم يعني يعتبر كبير هذا يعبر عن فشل ذريع لإدارة موارد البلاد فشل ذريع لإدارة موارد البلاد وهي الموارد البشرية عندما ننفق الأسر والدولة المبالغ الضخمة من أجل ببناء هذه الأجيال والحصول على هذه الشهادات العليا لا نجد لهم الفرص هذه جزء من عملية تنموية الاقتصادية يفترض أن تكون المنشآت والتنموية الاقتصادية تستقبلها أين البرامج نطقتها الحكومة للبطالة؟ في برامج كثير وينها؟ لا يوجد منذ منذ يعني أنا إذا بدأت حدث عن هذه الحكومة أقول هذه الحكومة هي امتداد للحكومات السابقة وهي تسير بنفس النهج والاتجاه حتى لا نشخص الحالة النهج والسياسات الاقتصادية السائدة في البلاد سواء في هذه الحكومة أو ما قبلها هو أوصلنا إلى هذه المرحلة مرحلة الاستعصاء في الاقتصاد حالة استعصاء علينا أن نقف أمام هذه العبارة حالة استعصاء وبالتالي هذا الاستعصاء يحتاج إلى إجراءات عميقة وواسعة جدا حتى نقوم غير الإجراءات المعمول فيها على بالتأكيد بالتأكيد طيب نظل إحنا يعني حكينا على البكالوريوس هلأ الفئات العمرية برضو لوحظ أن الفئة العمرية الأكثر كمان تضرراً كانت من 15 و19 سنة 57.7% ومن 20 إلى 24 كانت 42.2% كيف تقرأ هذه الأرقام؟ بالتأكيد عم تتفاقم الأزمة نسبة البطالة بين الشباب كانت 39% يعني حوالي 40% 39.7% في الظروف العادية ما قبل جائحة كورونا وفي ظل الجائحة وفي ظل الربع الثاني من العام الحالي ارتفعت إلى 42% وهي تعمق الأزمة وهذه مسألة خطيرة جداً هذا الجيل الذي تحدث عنه دولة الرئيس قبل أن يكون رئيساً وقبل أن يكون وزيراً الجيل الذي ينتظر وخطورة هذا الجيل في المستقبل بأنه قد يتجه نحو الانحراف وقد يتجه نحو التوجهات التي تسيء إلى الدولة وتسيء إلى المجتمع وتسيء إلى الأسرة وبالتالي لم يفكر مرة واحدة لم تفكر هذه الحكومة وغيرها من الحكومات مرة واحدة بإنقاذ هذا الجيل 42% اللي عم تتفاقم هذه الأزمة سيد فتحي نلاحظ أيضاً المؤشرات الربعية أيضاً على مستوى المحافظات العاصمة 25.8% يعني هل هناك أصبح عزوف عن العمل داخل العاصمة؟ هذا يعكس أن القطاعات الاقتصادية المتمركزة بالعاصمة جزء كبير منها هي توقفت أو توقف جزء هام منها وبالتالي ارتفعت النسبة في العاصمة أكثر من غيرها على اعتبار أن فيها المدينة الصناعية وفيها سلسلة من المدن الأخرى والنشاطات الاقتصادية وبالتالي عندما ضربت هذه القطاعات كان التأثير في العاصمة لإنهاية برنامج خدمة علم راح يفيد المعدلات البطالة تنزلها؟ يعني أنا أتحفظ على مثل هذا البرنامج أتحفظ على مثل هذا البرنامج؟ نعم أتحفظ وأنا عندما أتحدث عن خدمة علم هذه لها قدوسية لها يعني وطنية ورؤية وطنية حقيقية لكنها ينبغي أن لا تكون بشكل انتقائي لمن لا يعمل وبالتالي يفرد عليه شروط معينة هذه لا يجوز أن يكون إجباري أستاذنا تحدثت أيضا عنه أن الاستثمار هو من أهم الحلول لمعالجة معضلتي الفقر والبطالة الخبيل الاقتصادي فهمي لكتوت كنت معنا شكرا جزيلا لك شكرا لك ترجمة نانسي قنقر